يؤكد خبراء الطاقة أنه لا يمكن الاستقناء عن النفط مهما تعددت مصادر الطاقة البديلة والطاقة الصديقة للبيئة لما يحمله من خصائص تؤهله ليكون عنصرا مهما لعصب الحياة الاقتصادية التفاصيل مع الزميل فيصل الجاسم تساؤلات عدة بدت متزايدة في منتديات المال والأعمال بعد دخول مصادر الطاقة البديلة مجال التداول والاستثمار ومن بينها متى ينتهي عصر النفط وبدورنا نجيب من خلال متخصصين بهذا المجال الذين وضحوا أهمية النفط مهما تعددت مصادر الطاقة العالم يحتاج إلى كل أنواع الطاقة أتكلم عن النفط، أتكلم عن الفحم، أتكلم عن الغاز، أتكلم عن الطاقة الكهرمائية أتكلم عن الرياح الطاقة النووية، الطاقة الشمسية فهو العالم يحتاج، العالم ينمو ويزداد سكانيا يحتاج بالنسبة لكل أنواع الطاقة حتى يستمر في النمو، يستمر في دعم الصناعات المختلفة من غير منطقي أن يتم التخلي عن النفط بهذه السرعة يعني إضرب مثل الفحم هو روكندراكين كان في السابق بالنسبة لخليط الطاقة اليوم ما زال موجود وما زال يشكل نسبة كبيرة من خليط الطاقة تقريباً في حدود 26% النفط عصب الحياة الاقتصادية للمجتمعات بأنواعها لا سيما أنه مورد طبيعي ذو طابع استراتيجي نظراً لأهميته في المجالات التجارية والعسكرية حالياً المصدر الرخيص والمتوفر والشائع هو النفط والغاز لا يوجد هناك أي بديل آخر للنفط والغاز في تلبية الحاجة أو الطلب العالمي للطاقة متى ما توفر طاقة تكون أرخص من النفط والغاز وتكون متوفرة أكثر من النفط والغاز وتكون ذات سعة إجمالية ضخمة تحل محل النفط والغاز إذن ممكن أن يستبدل طاقة الوقود الحفوري بهذه الطاقة البديلة الطاقة البديلة طبعاً الجميع يشجعها الكويت من الدول التي تشجع التحول إلى الطاقة البديلة عندنا مشروع الشقاية عندنا مشاريع أيضاً الوقود البيئي وهو أكبر مشروع في تاريخ الصناعة البترولية وجود مصادر للطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكهرباء لا تعني الاستغناء عن النفط كما هو الحال مع الفحم ربما استخداماته أصبحت قليلة لوجود بدائل إلا أنه ما زال عنصر مهم لصناعة الحديد والصلب فيصل للجاسم تلفزيون دولة الطاقة تلفزيون دولة الطاقة المتحدة تلفزيون دولة الطاقة المتحدة اشتركوا في القناة